الحمد لله زي الفضل والكرم والجود والنعم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج اللهم معنا ما نحن فيه بسر أسرار سيجعل الله بعد عسر يسر أحبتي في الله تجديد الإيمان شيء مهم في حياة المسلم فالإيمان يحتاج دائما إلى تجديد لأن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وبفعل الخير وينقص بالمعصية وهذا التجديد لابد أن يكون مستمر والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا في حديثه الشريف مثالا على أن هذا التجديد يكون بذكر الله فيقول جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله هذا الزكر مطالب به كل مسلم حتى يكون دائما في حفظ الله فيقول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذا الإيمان وهذا الذكر يجعل الإنسان محصنا دائما من كل سوء فيقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم أي واضع فمه على قلب الإنسان فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل التقم قلبه هذا المثال وهذا التصور يبينه لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن دائما الإنسان في صراع مع الشيطان فالله يريد للإنسان النجاه والشيطان يريد للإنسان الهلاك والذي يحفظ الإنسان أنه دائما يكون ذاكرا لله مجددا للإيمان والصحابة رضوان الله عليهم ومنهم سيدنا عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه أرضاه كان يسير بين إخوانه من الصحابة فيقول لهم تعالوا نؤمن ساعة فتعجبوا من هذا فلما ذهبوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروه قال لهم صدق ابن رواحة لأن الذكر يجدد الإيمان بل إن من فوائد الذكر ومن فوائد لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله تدخل العبد الجنة فعندما جاء سيدنا أبو ذر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سيدنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال سيدنا أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال يا حبيب الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق رغم أن في أبي زر أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم املأوا قلوبكم بنور الذكر واجعلوا ألسنتكم عامرة بالذكر واجعلوا بيوتكم مضيئة بالذكر واجعلوا مجالسكم يخرج منها لا إله إلا الله جعلنا الله وإياكم من أهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين وأن يجعلنا من المخلصين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين